بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في شرح الدرس الأول من الوحدة الخامسة من كتاب التربية الإسلامية للصف العاشر الفصل الأول الدرس الذي بين أيدينا بعنوان الفقه الإسلامي وأصوله ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ يعد علم الفقه وأصوله من أجمل العلوم وأعظمها عند الله عز وجل قال عليه السلام من يرد الله به خير يفقه في الدين وسماه الله خيرا فقال سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقد فسر العلماء الحكمة بالفقه وبه يعرف الحلال والحرام وصحة العبادات والمعاملات معنى الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية مثل أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج والزواج والطلاق والبيع والشراء وغيرها أما معنى أصول الفقه فهي تلك القواعد والأسس التي يتوصل بها الفقه إلى الصنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية الفرق بين الفقه وأصول الفقه الفقه يعتبر مجاله في البحث بالاستنباط الأحكام الشرعية الجزئية ففي الصلاة مثلا يبحث في أحكام متعلقة بالأركان والشروط وفي الزكاة يبحث في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي الصوم يبحث في مفطلات الصوم من مبطلاته ومسنوناته أما أصول الفقه فهو يبحث في القواعد العامة التي يسير عليها الفقه في الصنباط الأحكام الشرعية عندما يقرر من خلال استقرائه نصوص القرآن والسنة أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم ويطبق هذه القاعدة فإنه يستنبط من قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن قوله تعالى ولا تقرب الزنا حرمة الزنا نشأة علم الفقه وأصوله نشأ علم الفقه متلازما مع علم الأصول لارتباطهما ببعضهما مع البعض منذ عصر النبوة فقد كان النبي عليه السلام يعلم الناس ما يتنزل عليه من آيات القرآن الكريم ويبين لهم ما فيه من الأحكام المختلفة ويجيبهم عن إسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة من مختلف شؤون حياتهم وبعد وفاته عليه السلام قام صحابته الكرام بتبليغ أحكام الدين للناس ونشره بينهم واستنباط الأحكام الشرعية في كل ما يتعلق بشؤون دينهم ودنياه من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية معتمدين في ذلك على الكتاب والسنة ثم جاء عهد التابعين وتابعيهم واتسعت الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام ملل ونحل شتى فظهرت مسائل جديدة في مختلف نواحي الحياة أدت إلى ازدهار علم الفقه وأصوله وتطوره واستدعى ذلك تدوينه في مؤلفات مستقلة ومتخصصة فنشأ فيما عرف بالمذاهب الفقهية وكان لكل مذهب طريقته وقواعده في استنباط الأحكام الشرعية وهي بحسب التسلسل الزمني كما يأتي واحد المذهب الحنفي إمامه أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت وكان معروفا بالورع وكثرة العبادة وقوة الشخصية وعمل أيضا في التجارة وعرف بصدقه وأمانته فيما أحب العلم في صغره وكان يحضر مجالسه واهتم بالفقه ونبغ فيه حتى قال الشافعي فيه الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ومن أشهر شيوخي حماد بن أبي سليمان لازمه ثماني عشر سنة ومن تلاميذه الذين أسهموا في تدوين مذهبه ونشره بين الناس أبو يوسف صاحب كتاب الخراج ومحمد بن الحسن صاحب كتاب الأصل طريقته في الاجتهاد كان يبحث عن حكم المسألة في الكتاب الكريم فإن لم يجد يبحث عنه في سنة رسول الله فإن لم يجد يبحث عنه في أقوال الصحابة فيأخذ برأي من شاء منهم فإن لم يجد لهم رأيا اجتهد برأيه ولا ينتقل إلى رأي التابعين وتوفي في بغداد سنة 150 للهجرة المذهب المالكي وإمامه مالك بن أنس اشتهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث الشريف وكان رجلا مهيبا اهتم منذ صغره بتعلم الفقه والحديث حتى أصبح إماما فيهما بل وإمام أهل المدينة والحجاز في زمنه ومن أشهر شيوخي الإمام شهاب الدين الزهري وتلاميذه عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم أما طريقته في استنباط الأحكام فكان يبحث عن حكم المسألة في كتاب الله وسنة رسوله فإن لم يجد نظر في أقوال الصحابة وما أجمع عليه علاماء أهل المدينة فإن لم يجد اجتهد برأيه ومن أشهر مؤلفاته الموطأ في الحديث الشريف والمدونة في الفقه وتوفي في المدينة المنورة سنة 179 هجرة المذهب الشافعي إمامه الشافعي واسمه محمد إدريس ولد سنة 150 هجري في غزة بفلسطين وتوفي السنة 204 رد هجرة في مصر كان فصيحا شاعرا عرف بقوة ذكائه وحفظه حب العلم في صغره فحفظ القرآن الكريم في تسع سنين وجلس لإفتاء الناس وهو ابن خمس عشر سنة قال عنه الإمام أحمد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن ومن أشهر شيوخي الإمام مالك والأوزاعي ومن أشهر تلاميذه إسماعيل ابن يحيى والربيع المرادي في استنباط الأحكام الشرية يبحث في حكم المسألة في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وينظر في أقوال الصحابة والتابعين فإن لم يجد اجتهد برأيه من أشهر مؤلفاته الأم في الفقه والرسالة في علم الأصول رابعا المذهب الحنبلي وإمامه أحمد بن حنبل وكان علما في الفقه والحديث واشتهر بزهده وورعه وصبره على المحن قال عنه الإمام الشافعي خرجت من بغداد وما تركت فيها أفقها ولا أعلمها من أحمد بن حنبل ومن أشهر شيوخه الإمام الشافعي وأبو يوسف وصاحب أبي حنيفة ومن أشهر تلاميذه ابناه صالح وعبد الله طريقته في استنباط الأحكام الشرعية كانت طريقته شبيهة بطريقة الإمام الشافعي ومن أعظم مؤلفاته كتاب المسند في الحديث الشريف حيث جمع فيه ما يزيد عن أربعين ألف حديث وتوفي في بغداد سنة 241 هجري إذن ترتيبهم بحسب التسلسل الزمني أولاً الإمام الحنفي وثانياً المالكي وثالثاً الشافعي ورابعاً الحنبلي أهمية الفقه الإسلامي تنبع أهميته من أن أحكامه مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما يستلزم احترامها والعمل بها وعدم التهامل فيها كما أنه يعالج مختلف مسائل الحياة من عبادات ومعاملات وزواج وطلاق وأيمان ونذور وغير ذلك ويبين الحلال من الحرام وفيه من الخصائص ما يجعله قادراً على استيعاب جميع أحداث الحياة ومستجداتها وإعطائها الأحكام الشرعية المناسبة وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الدرس ننتقل الآن إلى حل أسئلة التقويم صفحة 71 السؤال الأول أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة فيما يأتي 1. المؤلفات أحمد بن حنبل كتاب المدونة خطأ 2. وفي الإمام الشافعي في غزة سنة 204 خطأ 2. ألف الإمام الشافعي كتابه الأم في الفقه والرسالة في الأصول صح 3. دال من أشهر علماء المذهب الحنفي أبو يوسف ومحمد بن الحسن صح 4. ها اشتغل الإمام أحمد في التجارة والحديث الشريف خطأ 2. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي 1. نشأ علم الفقه متلازما مع أحد العلوم فما هو؟ 1. إجابة با وصول الفقه 2. من القائل الناس وعيان في الفقه على أبي حنيفة؟ 2. إجابة دال الشافعي 3. السؤال الثالث أكمل الفراغ المناسب في العبارات الآتية 3. نبغى أبو حنيفة في علم الفقه 4. ألف أبو يوسف كتاب الخراج 5. كانت طريقة الإمام الشافعي في الصنباط الأحكام الشرعية تقوم على 6. حيث أنه كان يبحث عن حكم المسألة في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم 7. وينظر في أقوال الصحابة والتابعين وإن لم يجد يشتهد في رأيه 7. السؤال الرابع أذكر المذاهب الفقهية بحسب التسلسل الزمني 1. الحنفي 2. المالكي 3. الشافعي 4. الحنبلي 5. السؤال الخامس أعرف ما يأتي 1. الفقه تعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية 5. أصول الفقه 6. والعلم بالقواعد والأسس التي يتوصل بها الفقيه إلى الصنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية 6. السؤال السادس 7. فسعلى النبوة من الخاسlat på artifち 10. فعندما يقرر من خلال استقرائه للنصوس الشرعية 7. أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم 3. وهنا يقوم بتطبيق القاعدة الشرعية السؤال السابع أبين متى نشأ علم الفقه وأصوله نشأ علم الفقه متلازما مع علم الأصول لارتباطهما ببعضهما مع البعض منذ عصر النبوة فقد كان النبي عليه السلام يعلم الناس ما يتنزل عليه من آيات القرآن ويبين لهم ما فيه من الأحكام المختلفة ويجيبهم عن أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة في مختلف شؤون حياتهم السؤال السامن أعلل أهمية الفقه الإسلامي في ثلاثة نقاط النقطة الأولى تنبع أهميته من أن أحكامه مصنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مما يستلزم احترامها والعمل بها وعدم التهاون فيها اثنين أنها تعالج مختلف مسائل الحياة من عبادات ومعاملات وزواج وطلاق وأيمان ونذور وأيضا يبين في الحلال والحرام وفيه من الخصائص ما يجعله قادرا على استيعاب جميع أحداث الحياة ومستجداتها وإعطاء الأحكام الشرعية المناسبة وبذلك نكون قد انتهينا من حل أسئلة التقويم نلقاكم في شرح درس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر